برحب بك طبعا في البداية كابتن إسلام برحب بك يا كابتن هني برحب بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان وطبعا يعني شكر موصول للزميل عزيز كريم أحمد من المغرب حيان نحن النهاردة لأن حلقة مهمة جدا في الأهلي في المونديال فبلتالي الأخبار اللي هتكون معنا النهاردة هي أخبار في غاية الأهمية الحقيقة كلها بتدور حول طبعا المباراة المرتقبة إن شاء الله يوم الأربعاء المقبل ما بين النادي الأهلي وما بين نادي ريال مدريد لأن الحقيقة لا صوت يعلو فوق صوت هذه المباراة المرتقبة والحقيقة إن احنا أكيد هنعيش يعني ساعات من الفخر والتركب سواء قبل المباراة أثناء المباراة أو حتى بعد المباراة بغض النظر طبعا عن النتيجة اللي احنا نستمعين هزو لك احنا عايشين الحالة دي من دلوقت اه من أول مبارح من أول مبارح من أول ما فوزنا على سيئة اللي احنا عايشين هذه الحالة يمكن من ساعة لما وصلنا كأس العالم الأندية كابتال اسلام احنا فخورين جدا بنادينا لأن الحقيقة هيواجه أكثر الأندية تتويجا بالبطولات في العالم وهو نادي الأهلي تاني أكثر أندية تتويجا بالبطولات فأكيد هتكون مواجهة كبيرة جدا بما تحمله كل يعني الكلمة من معاني فأكيد هيكون معانا هذه الأخبار ما بين طبعا يعني البطولات أو نادي القرن الإفريقي ونادي القرن الأوروبي خلينا بقى نبدأ أخبارنا والحقيقة أننا هاخد من كلام طبعا زميل عزيز كريم أحمد ونبدأ طبعا أخبارنا أخبار المونديال من النادي الأهلي عبر طبعا الكابتن محمود الخطيب عن شكره وتقديره إلى فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم والذي حرص على إرسال وفد طبي ظهر اليوم إلى مقر إقامة البعثة بالرباط دلت مئنان على صحة رئيس الأهلي واستحابه إلى أحد المستشفيات لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد نزلة البرد الشديدة التي ألمت به قبل يومين وأكد على امتنانه الشديد لكل الأشقاء المغربة والسيد فوزي لقجع لما تلقي بعثة الأهلي من اهتمام ورعاية ومساندة منذ لحظة الوصول إلى دولة المغرب الشقيقة نروح بقى طبعا لأخبار الفريق اللي استقنف اليوم تدريباته على ملعب الجامعة المغربية استعدادا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية وشد طبعا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وجمال جبر مدير الإعلام مسؤول اللجنة المنظمة بإغلاق المران أمام وسائل الإعلام وفقا لرغبة الجهاز الفني للفريق ويختتم طبعا فريق الأهلي تدريباته التحضيرية للمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد يوم غد الثلاثاء وأعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي تعديل موعد المران الرئيسي للفريق غدا الثلاثاء ليقام في الوحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ده طبعا بدلا من التساع مساء وذلك وفقا للرؤية الفنية كمان عقد المدرب مارسالا كولر اليوم محاضرة للعبين بالفيديو لشرح طريقة اللعب أمام ريال مدريد الإسباني في مقر إقامة بعثة الأهلي في الرباط بالمغرب وحرص طبعا كولر على الاجتماع باللعبين وعقد معهم محاضرة فنية شرح فيها عدد من الأمور الفنية والتيكتيكية وعرض بعض اللقطات المتعلقة بطريقة أداء فريق ريال مدريد كمان أكد الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي أن اللاعب محمود كهربا يعاني من إجهاد عضلي ولذلك فضل الجهاز الطبي والفني أن يخوض اللاعب تدريبات منفردة واكتفى بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي للفريق وأنه سيقضع لفحص طبي قبل مران يوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية والاطمئنان على حالة الإجهاد العضلي التي تعرض لها كمان أكد الدكتور أحمد أبو عبل طبيب الفريق أن محمد مجدي أفشا لاعب الفريق تخلص من أثار نزلة البرد التي ألمت به عقب مباراة سياتل ساوندرز وشارك مع زملائه في المران كاملا على ملعب الجامعة المغربية في الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد المقبلة وخض أيضا محمد الشناوي حارس مرمى الفريق تدريبات إضافية عقب انتهاء المران الجماعي للفريق وأدى الشناوي تدريبات الرقد حول الملعب وجانبا من التدريبات البدنية المنفردة لمدة عشرين دقيقة عقب انتهاء فقرات المران الجماعي وفقا للبرنامج التدريبي المحدد له يحضر طبعا مارسل كولر المدير الفني للأهل ومحمد الشناوي كابتن الفريق مؤتمرا صحفيا ظهر يوم الثلاثاء بملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط ويتحدث طبعا المدير الفني وكابتن الفريق لوسائل الإعلام المحلية والعالمية المتابعة للبطولة عن مباراة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها طبعا الأربعاء وذلك وفقا للقواعد المنظمة للبطولة ويقام غد ثلاثاء الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وريال مدريد الإسباني في الخامسة بتوقيت القاهرة في قاعة المؤتمرات بستاذ مولاي عبدالله بالعاصمة المغربية الرباط ويحضر طبعا الاجتماع الفني المهندس خالد مرتاجي أمين الصندوق والمنصق العام للبعثة والكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد أبو عبلة دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق والطاقم الإداري للبعثة الذي يضم سمير عدلي المدير الإداري وجمال جبر مدير الإعلام وأيضا علاء صلاح المنصق الأمني وحنان الزيني مدير اللوائح والترخيص وأيضا أحمد التوخي مسؤول التصويق وماهر عبدالعزيز إداري الفريق ويحضر الاجتماع أيضا الطاقم الإداري والفني لفريق ريال مدريدا الإسباني ومسؤول اللجنة المنظمة فيفا وطاقم تحكيم المباراة وطبعا تعرض اللجنة المنظمة على وفد أن ديين كافة الأمور التنظيمية والإدارية الخاصة بمباراة نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية لسه طبعا مستمرين مع أخبار بعثة الأهلي في المونديال وهينضم أحمد القندوسي لاعب وسط الفريق إلى بعثة الفريق بالمغرب غدا الثلاثاء وزي ما احنا طبعا عارفين أن الأهلي أعلن مؤخرا عن ضم أحمد القندوسي لاعب نادي وفاكستيف الجزائري سابقا لمدة أربع سنوات ونصف السنة طبعا يعني زي ما تكلمته يا كابتن هوني وكابتن إسلام عن طبعا في الإنترو عن الصحف العالمية اللي أكيد بتغطي طبعا هذه المباراة المرتقبة طبعا إحنا معانا النهاردة أكيد خبر من موندو دي بورتيفو الإسبانية أكيد نشرت مقال بعنوان الأهلي المصري أنجح الأندية في العالم ومنافس ريال مدريد وذكرت طبعا فيه أن الأهلي المصري هو فريق حصل على أكثر من 140 لقب في تاريخه الممتد 116 عام وهو علامة فريقة تجعل من نادي القاهرة الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم كما ذكرت أيضا لصحيفة أن ما عليك إلا أن ترى درع الفريق المصري المتوج بأربعة نجوم تمثل أربعين بطولة محلية فاز بها على مدار تاريخه في حين أن عشرة نجوم أخرى تقع في الجزء السفلي من الشعار وفيها عدد بطولاته العشر في دوري أبطال إفريقيا وهذا ليس أكثر ولا أقل فالأهلي هو النادي الإفريقي للقرن العشرين برصيد 124 طبعا بطولة لأنه الفريق الأكثر نجاحا في إفريقيا وبالمثل فهو أيضا النادي الأكثر نجاحا حتى الآن في القرن الحادي والعشرين 41 لقب في آخر 23 عام تتفوق طبعا على بايرن يونيخ ولينكلين ريد إمس من جبل طارق بحصول كل منهم على 40 كأسا في كأس العالم للأندية شارك طبعا مام مجموعة ثمان مرات حصل ثلاث منها على برونزية وهي أعلى علامة في هذه المسابقة كما أن سكان القاهرة على وجه الخصوص يحبون ويشجعون الأهلي في جميع الأوقات والعديد من السيارات تحمل طبعا ملصقا مع درعيه والكافتريات والمقاهي أيضا تكون مملوقة في كل مرة يلعب فيها روح بقى دلوقتي لأخبار طبعا نادي ريال مدريد وأعنى الإطالي كارلو أنشلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وهذا طبعا المقرر لها يوم الأربعاء المقبل جاءت القائمة كالتالي في حراسة المرمى لونن ولويس لوبيز وكانيزاريس وفي خط الدفاع كرفخال وألبا وفايخو وناتشو وأودريزولا ورودجر ومارفيل وفي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش وكامافينجا وفالفيردي واتشواميني وداني مارتن وأريباس وفي خط الهجوم أسينسيو وفنيسيس جونيور ورودريجو وماريانو دياز وطبعا شهدت القائمة استبعاد كل من كريم بنزمة والحارس البلجيكي تيبو كورتوا بالإضافة إلى أدر ميليتا وفيرلاند ميليتا ولوكاس فاسكيز وأيضا أدن هازرد يمكن عايزة أقف هنا شوية كابتن هاني وكابتن إسلام عن الغيابات لضربت صفوف ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة يعني عايزة أسأل حضراتكم يمكن كان ناس كتير بتتكلم عن يمكن الغيابات دي هتكون في صالحنا صالح النادي الأهلي في ناس تانية شايفة العكس وشايفة أن ممكن أن اللاعبين اللي ينزلوا يعني مكان هؤلاء اللاعبين يكونوا عايزين يظهروا نفسهم لأنشلوتي ويكونوا عايزين يعملوا أداء كبير جدا عشان يظهروا طبعا لجا ماهير نادي ريال مدريد وبالتالي ده ممكن يعنى عكس علينا إحنا بشكل سلبي يعني أنا هتكلم في نقطة مختلفة شوية يعني المرحلة السيئة اللي بيمر بيها على مستوى فني ريال مدريد ووصوله للنهاية أو كاس الأندية كاس العالم الأندية تعني إيه لريال مدريد أعتقد تعني الكثير وده اللي قاله يمكن أنشلوتي أنه كاس العالم هو راح عشان ياخد هذه البطولة وإن إحنا عارفين الفرق الكبيرة لما بيغيب عنصر آه قد يكون مؤثر ولكن العنصر الآخر أو مش هقولي البديل ولكن كل سكواد على مستوى عالي جدا جدا نتكلم على غياب كريم منزمة أكيد هيكون مؤثر ولكن في حلول كثيرة جدا جدا لريال مدريد أنا في اعتقادي الكابتن إسلام المستوى السيء اللي بيمر بريال مدريد قد يكون دافع كبير جدا لهذا الفريق أنه يجدد كمان طموحه ويجدد أماله وعملية الفوز بكاس العالم الأندية قد تكون مصالحة إلى حد ما مع جماهيره وإدارته ويروح ويرجع للليجة بمعنويات أعلى طبعا مما يعني طرقها بعد خسرته من ريال مايوكا 1-0 بس يا كابتن هنا أنا بشوف أنه في الآخر ريال مدريد أنت بتلعب ريال مدريد عنده مستوى سيء عنده الأمور مش جيدة عنده إصابات ولكن إذا كسبت فأنت هتكسب ريال مدريد إذا خسرت فأنت بتخسر من ريال مدريد الأسماء اللي يعني بديل كورتوه هو مين بديل الكريم بنزيمه هو مين كلها أسماء كبيرة جدا وعلى الأقل لعبة مش أقل من 30 أو 40 مباراة في الدورة الأسبانية وبالتالي أو يمكن أكتر من كده كمان فبالتالي تتكلم على لعبة كبار جدا وبتتكلم على نادي كبير جدا اسمه نادي ريال مدريد مباراة وبيني وبينيك أنا لما أروح ألعب في كاس العالم غير لما ألعب في الدورة المحلي سواء نادي الأهلي أو حتى نادي ريال مدريد فبالتالي هو حيروح بدوافع جديدة بشكل جديد بأمور أخرى هم حرين لكن أنا في النهاية أنا بلعب بإسم النادي الأهلي وعايز أكسب هذه المباراة هتقول لي عايز أكسب ريال مدريد الأقرب أن ريال مدريد يكسب واقعيا ولكن أنا دايما بحط في جوة كل لاعب في النادي الأهلي بيكون فيه حاجة مهمة جدا وهي أن المستحيل ليس أهلاوي إن أنا حفضل ألعب لغاية آخر ثانية ونشوف إيه اللي حيحصل كله عادي يبزي المجهود اللي عليه ولكن تظل نتجة في الآخر دي بتاعة رمبنا أتصلت معك طبعا يا كابتن أكيد المستحيل ليس أهلاوي وطبعا الأهلي ما يعرفش المستحيل وده اللي أثبته لنا خلال الفترة الماضية طبعا خلينا نكمل أخبارنا ويخود فريق الهلال السعودي بطل آسيا مواجهة مرتقبة تجمع بينه وبين فلمانجو البروزيلي بطل أمريكا الجنوبية ضمن منافسات الدور نصف نهائي من كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب الشقيق وسيسعى فريق الهلال السعودي لتحقيق أكثر من هدف في مباراة فلمانجو البروزيلي المرتقبة وسط دعم جماهير كبير أو يعني دعم جماهير كبير متوقع للفريق العربي ويسعى ليكون أول فريق سعودي يصل إلى نهائي منذيال الأندية وأول فريق أسياوية أهل النهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز الياباني ذلك الإنجاز في عام 2016 وأكد فابيو مدير الكرة لفريق فلمانجو البروزيلي على صعوبة مواجهة الهلال السعودي في نصف نهائي كأس العالم للأندية وذكر طبعا فابيو أن الهلال يملك مجموعة جيدة من اللاعبين وكذلك لديهم ريمون دياز مدير فني جيد ونعرفه جيدا لكن لدينا رغبة شديدة في الفوز أمام الهلال والصعود إلى المباراة النهائية نعمل جميعا لخوض نهائي كأس العالم للأندية والعودة إلى البروزيل بالكأس مهما كان المنافس وما نسعى إليه هو التتويج باللقب دي طبعا كانت كل أخبارنا النهاردة يا كابتن إسلام ويا كابتن هاني بشكركم جدا طبعا ويعني حقيقة حاجة تدعو للفخر النهاردة زي ما احنا شفنا أكيد كل الأخبار الخاصة بنادي ريال مدريد والتعاون المشترك ما بين قناة النادي الأهلي وما بين قناة ريال مدريد حاجة الحقيقة تدعو للفخر وأنا فخور أننا واحدة من هذه المنظومة الأعلامية الخاصة بالنادي الأهلي بشكركم جدا نرجو أن احنا نكون قدمنا فقرة طليق بهذه الحلقة وطليق أيضا بالمواجهة المرتقبة ان شاء الله يوم الأربعة المتمنى فيها كل التوفيق للنادي الأهلي شكرا كاماريم تقطيع أكتر من رائع على كل المستويات على مستوى متابعة فرقيتنا على مستوى متابعة حتى ريال مدريد